لكم لدينا دالة غريبة بعض الشيء هذه الدالة هي Y هي Y يساوي F of X عندما نبحث عن قيمة عظمى لهذه الدالة ليست قيمة عظمى إنما قيمة عظمى مطلقة يعني أكبر قيمة للدالة على محور Y عند القيمة العظمى موجودة تقريباً في هذا المكان هنا نزل الخط طبعاً على محور X حتى نحدد قيمة X حقتنا ومن هنا نمث طبعاً الخط حقتنا حتى نحدد القيمة العظمى للدالة هنا نسميه X0 100% تكون طبعاً إيه هنا X F of X0 إذن هذه قيمة الدالة F of X0 للX ساوي صفر هذه أكبر قيمة للدالة وبما أنها أكبر قيمة للدالة وبما أنها أكبر قيمة للدالة طيب لاحظ معي هذا الجزء من الدالة ركز انتباهك على هذا الجزء فقط لا غير نجد أن هناك قيمة صغرى للدالة قيمة إيش؟ صغرى للدالة في هذا المكان نجد أن نجد أن نجد أن نجد أن نجد أن نجد أن هذا X1 فالقيمة الدالة عند X1 هي ليست قيمة صغرى مطلقة لماذا ليست قيمة صغرى مطلقة؟ لماذا ليست قيمة صغرى مطلقة؟ السبب أن عندما تتجه قيمة X إلى السالم ما لا نهاية فإن قيمة Y أيضاً تتجه القيمة السالم ما لا نهاية يعني أقل بكثير من القيمة الدالة عند X يساوي واحد هنا تسمى هذه قيمة صغرى ولكن إيش؟ محلية لماذا سميت قيمة صغرى محلية؟ لأنها صغرى بالنسبة لمنطقة محددة ونسميها جوار جوار اللي هو الدالة هذه طيب هل هناك قيمة أخرى؟ قيمة أخرى مثلاً للدالة ممكن تكون قيمة عظمى ممكن تكون قيمة صغرى الإجابة نعم لو جئناً ركزنا أيضاً على هذا الجوار عندنا والقيمة الدالة هنا هذه أيضاً هذه الآن بإمكاننا لو جئنا هذا معاي مديناها إلى اللي هو الـ X حقنا هذه نسميها X2 هذه الـ X2 طبعاً هذه أيضاً قيمة عظمى ولكنها ليست قيمة عظمى مطلقة لماذا ليست قيمة عظمى مطلقة؟ لأن هناك قيمة عظمى للدالة أكبر منها اللي هي عند مين؟ عند X يساوي صفر فعند X يساوي 2 صحيح أنها قيمة عظمى لكنها محلية لكنها محلية الملاحظة عندنا في القيمة العظمى المطلقة أو القيمة العظمى المحلية إذا حسبنا إذا حسبنا اللي هو مماس للدالة عند هذه النقطة نجد أن مشتقة المماس أو مشتقة الدالة عند X يساوي صفر بما أن المماس يوازم يحور X فإذا معنى ميلو كم يساوي صفر وهنا أيضا نفس القضية F X 1 12 اللي هي مشتقة أيضا تساوي صفر ليه؟ لأن أيضا المماس يوازم يحور X إذا معنى هالميلو يساوي صفر أما هنا عند X يساوي عند X 2 فإن قيمة المشتقة لاحظ معي الآن افترض أنك أنت في هذا المكان إذا تحركت بس حركة بسيطة جدا جهة اليسار هيكون الميل بهذا الشكل إذا معناه هيكون إيش ميل موجب أما إذا تحركت حركة بسيطة فقط للطرف الجهة اليمين هيكون الميل في هذه الحالة سالم هذه الآن نوع من النقاط نسميها نقاط حادة هيكون عندها المشتقة قيمة المشتقة غير معرفة غير معرفة ركز معي أيضا على نقطة رابعة هذه النقطة هنا في هذا المكان تقريبا هذه النقطة ولتكن عند X يساوي ثلاثة لاحظ معي هذا جوارها الجوار لا يوضح هل يقيمة عظمة محلية أو صغرى محلية لكن المشتقة عندها وهي ميل الممأس كم يساوي مشتقتها الدالة عند X يساوي X ثلاثة أيضا يساوي صفر كل من X صفر X ثنين X واحد نقاط حرجة أما X ثري ليست نقطة حرجة لأن الدالة لا يتغير سلوكها عندها إذا كانت X تساوي عدد إما A فإنه مشتقة الدالة عند A إما يساوي صفر أو مثال على ذلك هنا هنا وهنا أو مشتقة الدالة عند العدد A يكون غير معرف مثال على ذلك في هذه المنطقة كل هذه تسمى نقاط حرجة والنقاط الحرجة ممكن أن تكون قيمة عظمة مطلقة وممكن أن تكون صغرة محلية وممكن أن تكون عظمة محلية وممكن أن تبقى كما هي نقطة حرجة وليست عظمة محلية أو صغرة محلية وشكرا